مستر كوبر بتاع راح كان بفرعة ماتش للنيني ماتش من النيني مانشستر سيتي يعني أرسنل لنيني مانشستر سيتي الأسبوع الماضي بتاعب التعادل الاثنين اتنين وكمل اللفة بتاعته في انجلترا وقعد مع سام مورسي حتى شناله بعض الصورة سام مورسي هو أحد اللاعبين المصريين أبو أمه مصريين ولكن هو معه باسبور انجليزي بيحاول ان هو يشوفه في مصد بيلعب في ويجن بيلعب في نصف السنة في ويجن هو طبعا لعب وسط مولود في وولفر هامتون غير بانجلترا من الجنسية المصرية مواليد 91 عام سبتمبر لعب في شستر فيلد المغمور وانتقل الى ويجن في يناير اللي فات ده يعني من 3 شهور الى 4 شهور انتقل لويجن لعب الموسم مع شستر فيلد وويجن لعب 26 مباراة سجل 5 أهداف صنع 3 وحصل على 10 انزارات ولم يحصل على أي طرد اختير ضمن افضل 15 لعبة من سابقة الدوري الدرجة الثالثة الانجليزي هذا الموسم والده هو سيد مورسي سيد مورسي مواليد القاهرة متزاوج بانجليزية وليست مصرية وانجا منها اربع ابناء بيحملوا اجنسية المصرية يمكن كوبر قعد معاه ويكلم معاه وهيكون ممكن ممكن يكون موجود في المباراة الكونغو ان احنا شوفنا لكده كان مستر برادلي برضو برضو راح لانجلترا وجي لعب معنا اه كان سير دبيك مرادو كان بيلعب بس مش تذكر اسمه ايه الاخوة في الاعداد يذكروني اسمه ايه لعب معنا مطش ولكن لم ينال استحسان يعني الجماهية ادم العبد ادم العبد صح اه ولكن لم ينال استحسان يعني لعب مطش معنا او مطشين تريبا وخسرنا فيهم وايه الموضوع يعني ما كانش موافق او بالنسبة لادم العبد ولكن هل سام مورسي هيكون على غرار ادم العبد ولا العكس ده اللي هنشوفه ان شاء الله الفترة الجاية زي ما قلت لكم هو بشتغل في أو ببتدى يلعب مع نادي ويلفور هامتن هو اشتغل في البلد اللي هو فيه يعني لعب معاه وانتقل إلى بورت فالي في 2008 لعب للفري الأول هو عنده 19 السنة انتقل إلى شستر فيلد في 2013 وبعدين زي ما قلت لكم راح بعد كده على نادي ويجن وبيلعب دلوقتي في نادي ويجن طبعا تألق في نجمينا الكبير عمر زاكي وطبعا كابتن أحمد حسامي دلوقتي فيديوهات لسام مورسي هنشوف مع بعض كده شوية حاجات هو ده الديفندر اللي في نص الملعب أو لعيب نص الملعب واضح يعني حلوة الكورة دي حطيتها بشكل كويس جدا يعني خلي بالكم فيه لعيبة مكتيرة مصريين موجودين بره ادي مورسي هوني مر خمسين وانتقال إلى ويجن هذا الموسم أو في نص الموسم في لعبة كتيرة مصريين من أصل مصري أو أبوه مصري وعايش بره يعني فيه ناس كتيرة زي كده بس المهم ما نحن نلحق ناخدهم يعني استفان شعراوي نفس الكلام دي جون تاني اهو الراجل بيشوت من بره واضح ان هو بيسدد كويس وبيشتغل كويس ده بعد ما راح لنادي ويجن زي ما تلك ويجن لعب فيه طبعا عمر زاكي وتقلق فيه بشكل كبير ولا فيه كابتن أحمد حسان ميدو برضو وتقلق فيه بشكل كبير دي سام مورسي نمر الخامسة هو على فكرة حاططها في البعيدة يعني لعيب واضح ان لعيب كويس هنشوف كل حاجة طبعا المطشط دي احنا وضعش نحكم علينا انها مطشط درجة تانية درجة تانية قوية طبعا في انجلترا وكل حاجة ولكن يعني واضح ان لعيب كويس بيقدر يمسي الكرة ويعدي ويروح عنده الجرأة دي شخصية لعيب على فكرة مش موضوع ان هو لعيب كويس ولا عيش ولكن شخصية اللعيب هو بيعافي عدي ولا هو بيعنده القدرة ان يروح للجون ولا بيلعب لتحت واضح ان هو من لعيبة وسط الملعب اللي يعني عنده قدرات هجومية وانه دايما بيزيد ودايما بيشوت ودي حاجة مهمة جدا على فكرة كنا بنشوف كده زمان عندنا كان محمد شوقي بيعمل الكلام ده حسن عبدالرب وطبعا اللعيبة المهمة اللي كان في نص الملعب اللي عندها الميزة دي ودي واحدة كمان يمكن الجون ده زي الجون شوية اللي جابه في اول التقرير فواضح ان هو لعيب كويس ولعيب حريف ولعيب عنده قدرات هجومية على رغم ان هو لعب وسط ملعب اتفق مع سام مورس لعب ويجا نجيز على ان يحصل اخير على الكورسات باللغة العربية خلال الفتفة المقبلة وتحديدا قبل ان دمام اللعب لمنتخب مص ممكن يكون موجود بعد الماتش على فكرة اللي جاي مش قبل الماتش بعد ماتش ان شاء الله اللي هو كونغو ويه تنزانيا بعد كذا طيب اه